موسيقى اسمي نورا تربيت معظم حياتي بكندا بس انا اصلي من فلسطين من غزة وجديد نقلت على الاردن وقبل ما نقلت انا و اثنين من كندا اسسنا مع الامل ان احنا نساعد اللاجئين اللي عايشين بالدول العربية بالتعليمهم كيف بلشتها المؤسسة اسستها في البداية كنت قمت بعمل المخيمات في الاردن وحسرت انه مع البنات اللي بيكملوا تعليمهم وكثير انه اللي ما عندهم ال المخيمات انه هما يكملوا حسينا انه كثير لقينا انه ما عندهم القدرة المالية انه هما يقدروا يكملوا التعليم العالي لهم وكثير انه في فعيلة اذا فيه مثلا شاب او بنت كثير من العائلات بختار انه الشاب يكمل بس مش البنت عشان انه انه هي يعني بالنهاية حتتتجوز وخلاس انه هي يجي واحدانه هو يصرف عليها وهي مش لازم انه يتكمل فاحنا انه حسينا انه يجب انه يتكامل ويبقى لذلك الاسماء. ويجب عليهم عمد أساس للجميع. والتعليم للبنات، اللي هو جامعي والمدرسة،؟ جامعي وكلية، يعني ناعدهم في أساس المقربة وحلالة. لازم يكونوا مخلصين توجيه الأول 12. نفسي، نفسي. طيب، حتى الآن قداش صرتوا دعمين فتيات؟ في أول سنة أساسنا في 2010. في 2011 إلى 2012 ساعدنا دفعاً في البداية كبايلت في الأردن والحمد لله السنة هذه قدرنا نساعد 14 بنت 12 منهم في جامعات أردنية و 2 منهم في كلية الخبر السني طيب ولما تدعموهم تدعموهم الفل 4 سنين كاملين ولا بس أول سنة الدعم اللي إحنا منساعدهم فيه بسيكلي فلسكولارشيب والسكولارشيب انقلوز تيويشن فيس تانسفورت فيس والأكاديمي للأربع سنين بالنسبة لأنه إذا علاماتهم ضلت زي ما هما مفروض آآ للأربع سنين إذا علاماتهم نزلت طبعاً كتير كويس مبادرة كتير حلوة طب قولينا شو دور كندا أو كيف أنتو بتحول تخلو كندا بهاي المبادرة إحنا one of the things كنا بدنا نعملو إنه we wanted to raise awareness of the Canadian community about refugees living around the world particularly في الميدل East فكنا بدنا نعمل إنه من ضمن الأشياء fund raising efforts وكمان إنه زي academic awareness about اللاجئين اللي عايشين في الدول العربية طيب أنت هلأ هاي المبادرة الـ organization هي مسجلة أصلا non-profit في كندا وفي الأردن صحيح؟ آآ it's registered in Ontario as a non-profit طب إيش يعني إحنا منعرف أنت كان في بارتنرشيب عملتوا بارتنرشيب مع كليات في الأردن تحكي لنا أكتر عنها؟ إحنا آآ جديد أعملنا بارتنرشيب مع كليات الخوارزمي بالأردن أنه هما يدعموا ثلاث بنات في السنة ويدونه هيك دسكنت أنه البنات اللي جايين من طرف ويستطيع أن نساعدهم فذات's a really good يعني أنه زي خطوة كتير جيدة لنا أنه إحنا نبدأ نعمل بارتنرشيب مع كليات أو جماعات تانية يقدروا يساعدونا أنه إحنا نساعد البنات طاب وفي كندا في كمان أنتو عملتو إيفنس بردو لحبس فور ومنات لدنا تلس seventy final fair barbequeê في ميستساقا ودِأ وم Curvédex كانت من سنوات المحبوب сор طيب إحنا رح نتوقفه على الأفاصل الإعلاني أصير وبعد الفاصل رح نحكي عن الجائزة اللي ربحتيها من قناة MbC مع أحمد الشقيري خليكم مشاهدين معنا لبعض الفاصل ومنتابع مع نورة شراب مشاهدين أهلا وسهلا فيكم بالجزء الثاني من فقرة شباب نت معنا نورة شراب مؤسسة Hope for Women in Education وكنا عم نحكي عن أهداف المؤسسة بتوفير فرص تعليم أكبر للفتيات اللاجئات في الوطن العربي أهلا وسهلا فيك نورة مرة تانية أهلا نورة أنتوا ربحتوا من قناة NBC مع أحمد الشقيري جائزة خدرة 50 ألف لريال للمشروع تبعكم حكي لنا تفصيل أكثر عنها هاي قصة كتير انه احنا كتير فرحنا بالجائزة واللي كتير مميز عن كيف احنا ربحنا الجائزة انه واحد مننا اللي معنا روان أبو صالحية اللي عاشها بالأردن وبتدرس بالأردن قدمت لهوبس في الوطن العربي اللي بتعملها فطبعا هي قدمت لنا كـ وفي النهاية اختارونا من ضمن مدى 300 مؤسسة 300 مؤسسة من 12 دولة كيف قررت تقدم عليها كانت فكرة من تقدمه كانت فكرة.. هي عن طريق ويبسائت إحسان أه ويبني أنهم لسه بدوا عمليات لأمولات مختلفة أخذنا المركز الأول أخذنا المركز الأول اللي بـ 50 ألف ريال وكثير احنا حسنا أنه ما كان ربما أهم أهم شيء أهم شيء مننا لأننا استطعتنا أن أمسحنا كل شيء من المركز وكثيرًا للإمكانية للأمول واحد يساعدنا مع الواجبات ماهوهوهوهوهوهوهوهوهو هايه مؤسسات برأيك انا اتك Supreme ما حداش بياخدارتب انو بالشغل اللي احنا منعمله بالعكس يعني اي واحد اللي بيساعدنا اي واحد اللي بيساعدنا بيحبوه انو بالموضوع بيحبوه انو هو بده يساعد women in their education in their future to help them get out of poverty help them help themselves فكثير من اللي بيساعدونا بحس انو يتحقون هذا من خلال التكارب ونحن نحن نقوم بطالبات أو تتحققية أو تشجيلات أو بشكل أيضا نحن كـ Hope's الحمد لله لدينا مبتدر من إنديا لسبين لأولاد الأولى طبعاً لأخدن فإننا أتحقق لمدة بأستخدام لأستخدام لأستخدام من يعتقد أنهم لديهم أدفع التي يمكننا التعديل لنا طيب نحكي شوي عن البوكلب أه، طبعاً في الأردن أو في الميدل إيست، أعتقد أن الستاتيستيك من الناس الذين يقومون بكتابات الكثيراً فطلعت زي أحصائية، أحصائية جديدة أنه بالأردن، الشخص اللي بقرأ حوالي ست دقايق في السنة أه، بس؟ بس أرجال بنات أو بس؟ لا، لا أعرف، أنه كان إحصائية أنه أحصائية الناس الذين يقومون بس دقايق في سنة ست دقايق بالسنة، طيب؟ بس دقايق فإحنا طبعاً كان فيه من المنظمات الثانية اللي بتعمل الأشياء فإحنا حسنا، نريد أن نتعامل لإقصائية بين الناس الذين يقومون بلأردن وكماً بين الأردن الذين يأخذنا إلى المنظم فعملنا مجتمع مع إنيشيتف اسمها إنكتاب وشكراً في أفضل كÜلجة تلك التلليمات الثانية فعملنا معهم وشديد إحنا، نحن احنا نلعطي من المنظمات المنظمات وكان أول بوكلاب من يومان من ساتري عملنا فالحمد لله انه it was very successful في الأردن ولا في كندا؟ في الأردن we would love to initiate and possibly a book club to happen all over the world at the same time and everyone can be reading the same book or maybe even different kinds of books but I think promoting literacy and promoting reading is part of our mission of promoting education طيب نورا كيف تلاقي أهداف المؤسسة من هون لخمس سنين شو بتحبوا تحققوا؟ إن شاء الله أنه إحنا نقدر مثلا to expand our partnerships نقدر نعمل partnerships أكتر مع كليات أو جامعات مش بس بالأردن بس بالدول العربية بدنا كمان أنه مش بس نعمل شغل بالأردن بس أنه مس يمكن to expand للبنان أو سوريا أو إيجبت أو حتى in the Gulf مرحب نعم فنريد أن نستطيع أن نستطيع أن نستطيع أن نستطيع كما يمكن على هذا المستطيع لأننا نحن 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 نورت أفريكا وطبعا بتركزوا على البنات أكثر شيء أكيد طيب إيش رسالة بتحب توجهيها للناس اللي عم تحضرك هلأ؟ لا أي حدا أنه بدو يساعد كأنه بدو يدعم أحدث مستطيع ليشارك عليه Shoes ما بصير عندكم مشاكل لما تحول المصاري بين الأردن وبين كندا ما بصير عندكم مشاكل تقنية بهاي يعني بهاي الـ transfers بـ كندا ولا بالأردن؟ بالتنين. يعني كيف عم بتـ الآن إحنا بالأردن عم بتوفقوا بين التنين يعني كيف اوكي. إحنا بالأردن، نحن نحن نقوم بمجرد كمشاكل لاستمسل بقي في جوردن فعندما تصل على ناراتيات، تستطيعهم ناراتياتيات لجوردن إذا كنت تصل على ناراتيات كنداية إلى كندا سنستطيع تفعل ذلك إلى المنزل الجديدية التكليفية إسم الله negative هذه لا تخلاء لكم مشاكل؟ لا بأننا نحن نقوم بلسجحة للثمانتين المتحدثة للتكلفة لكننا نحاول أن كل المال التي نجمعها أنها تكون مطلوباً للمشاهدة يعني أنتو أغلب 95% من شغلكم كله بولنتير وكله بفرقاتك كل شخص من المشاهدة يفعلها من بولنتير من الدزاين اللي في الهند أو في الكويت أو للمشاهدة اللي بيكتبو لنا بالبلوغ تبعنا من سبانيا وكندا وأمريكا للمشاهدة اللي يساعدنا على المساعدة أيضاً لنفعل المشاهدة، لنفعل المشاهدة، لنفعل المشاهدة لدينا مختلفة اللي مختلفة في مختلفة نشكرك نورا لحضورك معنا في البرنامج نتمنى لك كل التوفيق ومنشجع الناس أنهم يدعموكي ويحب يتواصل مع نورا فييو يزور موقعها على الفيسبوك facebook.com slash hopes for a woman ونحنا إن شاء الله نلتقيكم بحلقات جديدة من شبابنت مع السلامة هالبرنامج عم يتقدم لكم دراعية أندريوس ميديا